السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في الرياضيات إذن ننتقل إلى الصفحة 74 إذن ونبدأ هذه الحصة بأكتشف وأتمرن تمرين واحد ولاحظوا كرة العجين وكرة الحديد والإناء المدرجين إذن هذه الكرتين الحديد والعجين هما ماشي من نفس المادة المادة مختلفة إذا وزناهم سألقوا الكتلة مختلفة ولكن بالنسبة للحجم فهما تظهران متساوية الحجم إذن هنا وهناك شيء الذي ستبتوه هنا إذن وضعت أميناتا كرة العجين في الإناء واحد إذن كرة العجين وضعتها في الإناء واحد ثم الكرة الحديد في الإناء جوش وعندنا نفس الإناء ونفس التدريجات ووضع ميمون كرة الحديد في الإناء جوش إذن هذه الأميناتا كديروا تجارب كيقولوا غضي نوضعه ونشوفه واشنو غضي تعطينا النتائج إذن أحدد الوضعية المناسبة لارتفاع مستوى الماء في الإناء يعني وأعليم إذن هما بجوج ما تفهموش كيقولوا مثلا آميناتا كتقولوا أنا الكرة ديالي درتها الكرة ديالكتقيلة غضي يرتفع لما بزاف مثلا هذا هو دفل يعني بيناتهم يعني كي يعني تحطوا فرضية حال في النشاط العلمي مثلا كي تسألك واش غضي تصعد لما بنفس الحجم ولا كرة الحديد ستصعد لما أكثر ولا كرة العجين إذن بطبيعة الحالة الوضعية الصحيحة هي الوضعية هي الوضعية آآ علاش إذن الوضعية آآ لأن الكرتين لهم نفس الحجم لأن الكرتين لهما نفس الحجم اللي مختلف هو الكتلة لو أننا نوضعوهم في الميزة طبيعة الحال غضي يكون اختلال في التوازن ولكن على مستوى الحجم غضي يصعد لما بنفس الحجم لماذا؟ لأن الكرتين لهما نفس نفس الحجم إذن ننتقل إلى التمرين الثاني وحسب عدد المكعبات الصغيرة التي يتكون منها كل مجسم إذن هنا غضي نحسب المكعبات إذن هنا المكعبات الطريقة اللي جيدة هو أننا نحسبوهم بالطبقة إذن هنا مثلاً غضي نجيب الطبقة السفلة وغضي نحطوش حال عنا مثلاً أو إلا نحسبوه بشي طريقة معينة مثلاً مثلاً هذا هذا مثلاً نقدروا نحسبوه هذا بوحده إذن هنا جوجة ربعة ستة إذن مثلاً هنا هنا عندنا ستة هذا لب بغتي هذي عندنا هذا فيه ثلاثة ستة إذن هذا الجزء فيه ستة هذا الجزء هذا فيه ستة هذا بربعة كينين هنا ربعة وهناي عندنا ربعة إذن نجمعه إذن عندنا هنا ستة وربعة عشر واستة وربعة عشر 26 مكعبا 26 مكعبا إذا شوفوا الحالة الثانية الحالة الثانية عنا 36 19 إذا هاد هاد فيهم 12 إذا هاد كيمتلونا 12 كيف قنا هذا هذا سنحسبوه هذا هذا الجوج الشريطة عنا هنا إذا جوج 4 6 8 10 12 14 إذا هاد هاد جوج الشريطة فيهم 14 14 12 حتى سعطينا 26 إذا ستا إذا هنا 26 وهنا 26 هناك كذلك سنحسبوه عوتاني بطريقة معينة عنا هاد هاد الطبقة التحتانية فيها 6 الطبقة هذه اللي مراها عنا جوج 4 6 8 9 طبقة التحتانية فيها 9 وهذا قد نحسبوه كامل عنا 3 والربعة والربعة 4 48 3 11 11 19 26 26 إذا ماذا نلاحظ نلاحظ أنه عندنا نفس عدد المكعابات إذا المجسمات 3 شنو غا نقولو عليها لها نفس نفس الحجم مدام عندها نفس العدد المكعابات فهي نفس الحجم لأن المكعابات متساوية الحجم إذن هحنا كملنا المقولة ديال الطبقة السؤال الموالي إذا وضعنا المجسم A في الإناء واحد إذن هنا غا نوضعه A والمجسم بهنا والمجسم السهن سيرتفع المستوى الماء في الإناء أكيد غا يطلع لأنه سيحتل المجسم مكان الماء ممكنش المجسم غا يطلع لابد الماء غا يقلب فين غا يمشي إذن غا يصعب مغا يمكنش يهبط التحت سكيف أنه غا يطلع هل ستحصل على نفس مستوى الماء في الآواني الثلاث نعم؟ إذن نعم لأن المجسمات الثلاث لها نفس الحجم إذن كما شاهدنا بالنسبة للكوريات لها نفس الحجم إذن ما الذي يختلف في هذه المجسمات؟ التشكيل الذي يختلف هو التشكيل المكعبات أما هي عندها نفس الحجم فقط جمعناها بوحد طريقة مختلفة ولكن في النهاية لدينا نفس الحجم إذن السؤال الثالث أحسب عدد المكعبات في كل مجسم وأكمل إذن نحسب عدد الثاني بالطبقة إذن عندنا هنا ثلاثة في ثلاثة تعطينا شحاب تسعود 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 في ثلاثة إذن هنا عندنا تسعود في الطبقة الأولى وتسعود في الثانية والثالثة إذن سبعة وعشرون مو وكعابة بالنسبة للشكل الثاني إذن هنا نحاول نحسبه إذن في الطبقة الأولى لدينا ربعة في الطبقة الثانية لدينا ثلاثة فاربعة ستدير ثماش في الطبقة المولية لدينا ثلاثة والواحدة هي أربعة وهذا نحسبه بوحدة إذن جوج أربعة ستة سبعة إذن هذا كل من الطبقة الرابعة الفوق كيمتل لدينا سبعة إذن عندنا ربعة وربعة إذن سبعة وعشرين ربعة وربعة تمانية واثناش عشرين سبعة وعشرين مكعب إذن سبعة وعشرون مكعب هذه الطبقة السفلة بها خمسطاش إذن هاوما هنونا من الطبقة السفلة قالوا لي كتسوي خمسطاش أنا هتم هي بالطبقة العليا إذن الطبقة العليا لدينا فيها ثلاثة ستة تسعة واثناش إذن المجموع الشحال سبعة وعشرون هنا يا سنحسب الطبقة الأولى أو لا سنحسبها الطريقة إذن كل مجسم كيف سنتعامل معه سنقول جوج لأن هنا يكين عندي واحد جوج وحدمت كل مكعب تحته واحد إذن جوج ربعة ستة ثمانية عشر تناش ربعتاش ستتاش سمانطاش عشرين ثنين وعشرين إذن هذا الجهة اللي جاية من الخلف فيها ثنين وعشرين ثنين وعشرين وهنا يا عندي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة المكعب إذن هنا خمسة ثلاثة الأولى ثلاثة ثلاثة إذن ماذا نلاحظ ثلاثة المجسمات لها نفس نفس الحجم ثلاثة ثلاثة الموجسمات الأربعة لها نفس نفس الحجم ماذا نستنتج ثلاثة 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 المجسمات مختلفة في تشكيلها ولكن لها نفس الحجم إذن تقريبنا الجملة التي قال الطفل هي السينتر إذن ننتقل إلى الإجزرسيس نميرو 4 إذن نرتبهم في ترتيب تصاعدي على حساب الحجم إذن أولا نحسب الحجم كل مجسم إذن تسعود 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 مكعب صغير إذن نحسب الطبقة التحتانية لدينا جوج 4 5 جوج 4 إذن هنا 5 في 5 25 26 26 27 إذن في الطوطال 28 في المجموعة لدينا 28 مكعب بالنسبة لهذا المجسم إذن نرى الطبقة التحتانية لدينا جوج 4 وهذه الجوج هي 6 30 ثم سنحسب هذه 3 6 29 12 وعندنا هنا جوج 4 5 6 7 8 إذن 28 20 26 إذن هذا هذا المجسم فيه 26 مكعب بالنسبة لهذا المكعب نرى الطبقة التحتانية لدينا جوج 3 3 3 9 طبقة المولية نقيس 1 هي 8 حيث نقص فيها 1 الطبقة المولية هي 8 نقيس جوج يعني 6 وهنا لدينا 3 و 3 6 إذن هنا هذه 8 إذن 9 إذن 26 إذن 29 29 29 هو المجموعة 26 28 29 إذن هذا ما يريد أن نرتبه ما هو أصغره إذن أصغرهم هو اللي فيه 26 هو المجسم B إذن B هو أصغر هذه المجسمات ثم من بعد أن يأتي المجسم D هو كذلك إذن D ثم لدينا المجسم C مجسم C ثم المجسم A هو أكبر هو اللي فيها أكبر عدد من المكعبات إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة إذن هذا الحصة الهدف منها هو أنه الخلاص عن تاعها هو أنه لا يتغير الحجم إذا غيرنا تشكيل المكعبات إذا غيرنا تشكيل المكعبات لا يتغير الحجم ونثبتناه لا بالنسبة وكذلك من بين الأمور التي استفدناه هو أنه الكتلة لا علاقة لها بالحجم الكتلة إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة موعدنا مع حصة قادمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر